ازايكم عاملين ايه؟ يا رب كنوك خير طاقوا عبر جي الجوزاء لثالث اسبوع من شهر مايو 2023 هابدأ بالجانب المهني نتائج ايجابية وتأثيرات مميزة تدلك وتدلك على الطريق الصحيح داخل العمل ده غير كمان ان الاسبوع ده المفروض ان فيه فرص عمل جديدة عايز اقول حاجة بمناسبة تدلك وتدلك على الطريق الصحيح مش بلاش حتة ان احنا لما نلاقي الشخص او الشخصية ربنا بعتها لنا تورينا طريق صحيح داخل الشغل او نعرف منها حاجة ايا كان لو كنا ماشيين غلط وحد بيصحح لنا دي مش حاجة وحشة ما تخليش كبريائك وكبريائك يمنعك انك تعرف الحاجة الصح خالص اعرف الصح لانه هيكون مهم جدا جدا في ان انت تتقدم وتتنقل حتة افضل بقول كده ليه؟ لان ممكن انت او انت يزالك حد عايز يدلك على حاجة صح او تستفيد منه وانت يعني تحاول تهرب من ده او توقف ده وده بسبب كبريائك لا طبعا خلي بالكو يا جماعة برضو عايز اقول ان اللي هو لفت انتباهك وانتباهك في النقطة دي كبريائنا احيانا ممكن يمنعنا من حاجات كتير هتحصل تبقى كويسة فخلي بالكو من دي ربنا يا رب يوفق الجميع وكمان يقويكو يديكو الحكمة ندخل عالجانب العاطفي هبدأ بالعزاب فترة زمانية ناشطة ناشطة اجتماعيات وتعارف ومكتوب كده وتقارب يعني عزاب برج الجوزاء هيكون فيه فرصة قدامهم للاجتماعيات وكمان هيقربوا من اشخاص وده هيكون بداية ارتباط ودي من الحاجات الكويسة ياريت دايما ندي فرصة لنفسنا لحاجة زي كده لو حد بيقرب بلاش احنا نبعد وندي فرصة اللي قدامنا يمكن شخص كويس مش يمكن شخص كويس ولا احنا نقفل الباب وبعد كده نكتشف انه شخص كويس وراح مننا ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة او الشخصية الكويسة ندخل بقى على المتزوجين والمرتبطين الاحوال للمتزوجين والمرتبطين جيدة جدا رغم انتقال الظهرة الى السرطان في البيت التاني وده يخلي العاطفة تزيد خلال الاسبوع غير كمان مصالحات خلال الاسبوع ده يعني الاسبوع ده هيكون رومانسي ومستقر ده اللي فهمتوا من القراءة يعني اللي قارتها اتمنى لكو ده ياريت لما يكون الدنيا كده لطيفة وظريفة نمشي معاها لطيفة وظريفة ما ندورش على حاجة تدايقنا او تقلب الاستقرار لخلافات لو عملنا كده برضو هنقطع وقت كويس في الاستقرار يعني هنقضي وقت كويس مستقر او اطول ممكن يعني وقت ربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير ندخل بقى على الجانب العيلي تجمعات عائلية ومناسبات تجمع عائلات موليب برج الجوزاء يعني فيه تجمعات عائلية وهكون بسبب مناسبات واوقات سعيدة اتمنى ده ويا رب كل عائلة تجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة ندخل بقى على الجانب المالي محتمل زيادة مالية من جهة العمل تكون سبب في تحسن ماد كبير لموليب برج الجوزاء يعني المفروض ان موليب برج الجوزاء هيكون فيه داخل زيادة من ناحية العمل ده بالزبط يعني ودي هكون المفروض افضل من الاول ماديا وهكون كمان مخلية الماديات بوفرة مع موليب برج الجوزاء هيبقى فيه فلوس كتير معاكو اتمنى لكو ده ربنا يا رب يوسع من رزقكو خش بقى على اصحاب المشاريع ارباح متوسطة لمرتفعة نهاية الاسبوع اللي فهمتم من الاراية ان الارباح هكون متوسطة لمرتفعة والكلام ده على مدار الاسبوع يعني مرتفعة دي كمان بالاخص نهاية الاسبوع ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم اخر حاجة بقى الجانب التعليمي اعتمد على نفسك اولا لتجنب نتائج سلبية يعني الطلاب برج الجوزاء المفروض الشباب والشابات يعتمدوا على نفسهم اولا مش على حد تاني اعتمد على نفسك بعد ربنا الاول وده علشان ما يكونش فيه نتائج سلبية مفيش احسن ان انت تعتمد على نفسك انت ضامن نفسك لكن ما تضمنش غيرك صح ولا الكلام ده انا شايف ان الكلام ده ستريت اوي فاعتمد على نفسك طبعا لان ده هيفرق معك كتير ولما تعتمد على نفسك ساعتها نفسك مش هتغزلك لكن غيرك ممكن يغزلك ربنا ان شاء الله نجاح لكل الطلبة ربنا يوفقكم وديك هل توقع برج الجوزاء لتالت اسبوع من شهر مايو عجبكم الكلام ده لا تنسونيش في اللايك لو مش مشتركة او مشتركة يليد تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوات النوع انا كمان بعمل فيديوات معلومات عامة هسيب لكم لينك الفيديوات تحت اخذوا فكرة عن فيديوات القناة سلام